سيدة العميد هل يمكن أن يقوم جيش الاحتلال بعمليات كوماندوس أو إنزالات في العمق اللبناني وهذا يعني ما يشكل خطرا أو مخاوف إضافية خاصة عندما نتحدث عن هذه المناطق الساحلية نعم عمليات الكوماندوس بالنسبة لجيش الإسرائيلي فيها مخاطر كثيرة لأنه يعلم أن المقاومة جاهزة لهذه العمليات لذلك هو لا يقوم لم يتجرأ حتى الآن بقيام بعمل عسكري كوماندوس عمليات إنزال أو حتى إبرار لكي لا تقع هذه القوى في الأسر لأنه إذا وقعت في الكسر هي في الأسر سوف تصبح مشكلة ومعضلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل حتى الآن لم تتجرأ لا على تنفيذ عمليات كوماندوس إما إن كانت إنزال جوي أو إبرار بحري ولا حتى تجرأت على أن تنطلق بأرتال من الدبابات لتخترق الحدود الإبنانية لأن تعلم كمان أن المقاومة لديها أسلحة وترسانة من الصواريخ المضادة للدبابات اللي هي كورنت وصار الله لذلك حتى الآن لازالت إسرائيل تعتمد على الدخول البري بواسطة مشات أو بواسطة أليات صغيرة أو أن تدخل إلى الحفة الأمامية ولا تتقدم أكثر من ذلك اشتركوا في القناة